بعد أن أفنوا حياتهم في دوائر الدولة، يعيش المتقاعدون في عراق ما بعد 2003 معاناة كبيرة تفاقمت يوما بعد يوم بسبب قلة رواتبهم التقاعدية وعدم مناسبتها للارتفاع المتسارع في الأسعار. وما التظاهرات الكبيرة في جميع المحافظات للمطالبة بزيادة الرواتب وتعديل قانون التقاعد إلا دليل على حجم المعاناة لهذه الشريحة الواسعة التي بلغت أعدادها نحو ثلاثة ملايين وستمائة ألف متقاعد. المتقاعدون أكدوا أن كل ما قيل مؤخرا بشأن تعديل وزيادة رواتبهم من قبل الحكومة الحالية مجرد وعود انتخابية. مطالبين بتطبيق المادة السادسة والثلاثين من قانون التقاعد لعام 2014 التي تنص على زيادة رواتب المتقاعدين عند زيادة نسبة التضخم وارتفاع الأسعار. لسيما بعد نصبح كثير من هذه الشريحة تحت مستوى خط الفقر. المركز التراتيجي لحقوق الإنسان في العراق قال إن شريحة المتقاعدين لا تستطيع أن تسد احتياجاتها الأساسية للعيش الكريم بسبب الرواتب والعانات التي لا تتناسب مع حجم المتطلبات الإنسانية اليومية. مبيناً أن ارتفاع بدلات الإيجار والمواد الغذائية واسعار الأدوية والعلاجات وزيادة متطلبات المعيشة اليومية تمثل مشكلات يعيشها المتقاعد يومياً وسط عجزه عن سد 10% منها. منظمات إنسانية وحقوقية طالبت بتعديل قانون التقاعد وزيادة رواتب المتقاعدين وتوزيع قطع أراض سكنية لهم وتقديم قروض بدون فوائد ومنح مالية عاجلة للسد احتياجات هذه الشريحة. هي إذن أزمة مزمنة ومتفاقمة يعيشها المتقاعدون في العراق. أزمة جعلت منهم أحدى الشرائح الفقيرة وأثرت سلباً على معيشتهم. وسط وعود انتخابية لم تتحقق بتعديل قانون التقاعد وزيادة رواتب المتقاعدين. ما جعل هذه الشريحة طحية التهميش الحكومي وارتفاع الأسعار المستمر.